ظروف اللجوء والمتغيرات العسكرية التي تشهدها الأرض السورية تعتبر التحدي الأكبر أمام السوريين اللاجئين لوقف عجلة التغيير الديمورافي التي تسير بغطاء قوانين حكومية تبرر الاستيلاء على ممتلكات المهجرين فبعد إن أحكم نظام الأسد سيطرته على دمشق وريفها وتوسعت رقعته العسكرية ومن ورائه إيران أصدر القانون رقم عشر الذي يعطي حكومته حرية التصرف بالأراضي الزراعية والمنازل في العشوائيات إذا لم يتقدم مالكوها أو أحد أقاربهم بوثائق تثبت ملكيتهم لها وذلك خلال ثلاثين يوما فقط من تاريخ صدر القانون قانون يتيح لموظفية لدارة المحلية التي يديرها حسين مخلوف المقرب من بشار الأسد التصرف بممتلكات اللاجئين ويشمل كل الأراضي والمحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري والخارجة عنها صحيفة العرب اللندنية تنقل عن معارضين سوريين وصفهم للقانون بأنه الوجه الخفي للتغيير الديمغرافي على أسس طائفية وذلك من خلال ظروف إصدار القانون وشروطه التعجيزية حسب وصفهم ويقول المعارضون للصحيفة إن بعض المناطق هجرها سكانها بشكل كامل وهو ما يجعل احتمال وجود أقارب لهم شبه معدوم كما يستغرق وقت استخراج توكيل خارجي بالنسبة للمغتربين والمهجرين خمسة أشهر وذلك ما يجعل مهلة الشهر التي حددها القانون غير كافية إضافة إلى معضلة الحصول على موافقات أمنية للموكل والموكل إليه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية يرى أن هذا القانون جزء من المنظومة القانونية التي يعتمد عليها النظام للاستفادة القصوى من الوضع الراهن بغي تهندسة سوريا جديدة تنسجم مع أهداف حلفائه قانون تثبيت الملكية وصل صداه إلى الأروقة الأوروبية حيث وصفته الخارجية الألمانية بالمثير للشك داعية شركاءها الأوروبيين إلى إيجاد سبل للتصدي لانتهاك النظام لحقوق الملكية للسوريين الفارين من الحرب وفيما يلف الغموض المستقبل السياسي لسوريا تسير عمليات التغيير الديمغرافي بخطوات ثابتة تصب في مصلحة الأجندات الإيرانية ومطامعها التوسعية